طب هنسمع خالد هيقول إيه وارجع كمل تاني فاضل يا محمد كابتن فتح أول ما بيجي اسمه بفتكر الزمن الجميل زمن السبعينات يعني ودايما كابتن فتح نصير دايما يعني أما أفتكره كده أفتكر كابتن محمود الخطيب لأن بداية كابتن محمود الخطيب كابتن فتح نصير وأنا بالنسبالي محمود الخطيب مش كرئيس النادي دلوقتي يعني أبتكلم كأخ أكبر وكت بعشقه يعني لما كابتن محمود الخطيب سابل يعني اعتزل يمكن انا كنت يعني كانت حالتي وحشة كنت بحب روح اتفرج على محمود الخطيب فكابت فاتحي نصير على طول بربطه بكابت محمود الخطيب كابت فاتحي نصير من رموز النادي الاهلي مش هقولك رموز النادي الاهلي ورموز الكورة المصري يعني مش عايز اتكلم ايه اللي هو عمله في النادي الاهلي لكن انا عايز اقول برضو انه هو عمل كتير قوي لمصر وللوطن العربي يعني كابت فاتحي نصير في مصر اما كان رئيس اللجنة الفنية سواء اتحاد الكورة اتحاد افريقي لما كان مسك رياضة المؤسسات في الامارات الحقيقة اي حتة كان بيشتغل فيها كان دايماً بيبقى له بصمة فالكابت فاتح نصير يعني اخوي كبير وحبيبي وربنا ادي له الصحة وطولة العمر وانا عايز اقول ان انا فاكر زي مبارح فرح كابت فاتح نصير الكابت فاتح نصير يمكن الوحيد في مصر اللي اتعمل فرحه في النادي الاهلي وهو يمكن انا مش عايز احرق القصة بس عسيبة هو يحكيها القصة اللي كانت مبينه وبين كانت فريق مرتاجي في دوري من الدوريات وكان عايز يعمل فرحه والفريق مرتاجي قال له كده حاجة لو حصل حاجة انا هعمل لك فرحك في النادي الاهلي فانا فاكر فرحه زي مبارح طبعاً يعني انا متربي طبعاً مع السيدة الفاضيلة زوجته ويمكن بنت خالتها كانت برضو يعني كنا متربيين كنا شيلة واحدة زمان قوي يعني بعتبرهم اهلي كابتن فاتح نصير كان والدتي الله رحمها كانت بتعشق وعشق وابويا كان يحبه جداً لانه كان مخلص وكان دايماً مكتسم ودايماً الحقيقة يعني يعني لوحداً ما يتكلم على الاهلي ومبادئ الاهلي يعني الراجل ده تعلم من فطاحل يعني الراجل ده ما شوف التعلم واشتغل مع مين سواء بيستر كوتي سواء كاف وقت شعبان رحمة الله عليه يعني كابتن فاتح نصير ده يعني تاريخ بتمناله يعني كل خير ربنا يديكي الصحة والعافية كاف فاتحي وهقول بس حاجة صغيرة كده انا فاكر كاف فيه زمان كنا بنعمل دورة صيفية وانا كنت بقول لك كنت لعيب تعباني يعني كنت بقص انا كنت بلعب كل الالعاب اللي في نادي الاهلي كنت اطلع من فريق السباح اطلع على الهندبول فالمهم كان فيه مرة دورة صيفية وكان الاهلي والزمالك بيلعبوا وكنا دايماً الناشئين بيلعبوا قبل الماتش كنت انا فريق اصفر وفريق احمر فانا فاكر كنت حموت عايز اعلعب وانا بلعبش اصلاً يعني فاقلت كافتحي كافتحي لعبني وبتاع نزلت مفيش عشر دقايق انا فاكر كان الله يرحمه كابتن الله يرحمه حاتم الكردي وكنت انا لابس الفريق مع الفريق الاحمر وكنت يعني انا كنت بلعب فكان ناحية جمهير الزمالك في الوقت اده وانا فاكر حاتم الكردي رحم بصيلي كورة انا والجون وكان ساعتها الجون كان اسمه هاني هاني حاتم هاني مزيكة كنا نسميه هاني حاتم مزيكة وحطيلي ثرو باس انا عال سيكس عال سيكس رايد وانا مش اشول وانا كنت ساعتها جاتلي على رجلي الشمال بعمل كده روح تتاخر روح تتاخر روح تتاخر معدية من وانا مش قادر اقول لك بقى اول ما حصل قلت له كتفتحي غيرني يا كتفتحي اكسفت لا كتفتحي طبعا يعني قيمة كبيرة قوي زي ما قلت ربنا دي والصحة والعافية كفتحي من رموز النادي الاهلي رموز الكرة المصرية وربنا يطمن عليك دايما ودايما نسمع عليك كل خير وان شاء الله بإذن الله ربنا يوفقك في الحلقة دي لانك انت تستحق انك انت دايما تبقى مكرم من جماهير النادي الاهلي على البصمات والحاجات اللي هو عملها في النادي الاهلي يعني والرياضة المصرية ككل خالد بيقولك انا كنت بحب اتفرج على الخطيب وكان يجي يقولي يا بحب اتفرج على مصطفى عبدو همشها لك يا خالد همشها لك هتقولي ايه الخالد هقوله يا خالد انت الكلام اللي انت قلته دا يعني مفروض ان الحلقة كده خلصت يعني كفاء علي ان هو الكلام اللي هو لي خالد سيدي يا معايا ربابك ده ربط على ربابك لا يبقى كده يا كابتن مصطفى نقولك يعني اعمل فاصل ختام ختام بقى لان بعد كلامك كابتن خالد يعني كلام فعلا مؤثر وكلام من قلبه طبعا وفعلا هو انسان واخد دا من الله ارحمه ابوه امه والا والا حالة والا اتنين دولة يا كابتن مصطفى مش هقولك دولة تعملولي ايه لها مكان وحنقولها النهاردة ان شاء الله بإذن الله مش انت بس دا الكلنا اه يعني انا عن نفس كليه فضل بعد ربنا سواء انا عارف انا عارف لما خدتكم انتو الثلاثة ورحتولوا عمل ايه واي 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 انا فاهمان القصص ديكو لا بس اللي عملهوه للسادة الفريق مرتاجة الله يرحمه الله يرحمه والحاجة احسان رحمة الله عليها دولة ناس مش بقولنا دولة بشر ملائكة كانوا عايشين على الأرض اشتركوا في القناة